السلام عليكم أخواتنا في الجزائر هذا مساجه للمجلس الدستوري المجلس الدستوري المفروض يتلقى الملفات اليوم ترشحات على الرئاسيات في الجزائر لنا سؤال بسيط والناس نفهمه بشأنهم فضلوا بالجزائرية بشأنهم يفهموا عنها وحتى المجلس الدستوري هذه أسئلة لي هي ديركت كم مسؤولين وراكم في مسؤولية تاريخية حطوكم فيها لازم التورتوش وحطوكم تورتوها أنا عارفين الإنسان اللي حطوه إلا بريس دور واحد ثمانية إنسان إذا كان إنسان هذا بغير الجزائر تسقم ويقول الترشوحات نحطروا على بوتفليقة 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 سن دوسي باتدخ دي بوزي اليوم أوكي سيجيب واحد ماشي مشكلة يجيب واحد ما يجيب شوه بيجي شوه يمشي برجلية وحط الدوسي ماشي مشكلة لكن كرئيس مجلس الدستوري هل هل تسمح لترشوح إنسان سيجيب شؤون دولة من مستشفى وعلى سرير لا يتكلم ولا يستطيع أن يقرأ ولا حتى يستطيع أن يكتب أنا أعطيكم كنسي دقابة بو بو 20 كنسي دقابة حتى نحن فلسة تاجيني الإنسان هذا اللي كن عنده ناكسيدون أسي محمد خطرات انت تهدر معاه تهدر معاه رغم عنه تهدر معاه تقول لها يو عندكم جنازة في إداركم يبدأ يضحك بفهمني يبدأ يضحك لأنه لا يوجد شيء ريزوني كنسي دقابة في الجهة الأخرى يبدأ توشا لأنه ينبولي في الفيسوس السربيق كنت تقول لها را عندكم فرح فرح في الدار يبدأ 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 بفرح لأنه يستطيع التكلم أو يتكلم حتى أو ثقيل ولا تفهموش لا يمشيش يجب أن يساعد كما يقول لك يبدأ يبدأ وصلت إلى الدرجة هل ترضى أن الجزائر تحكم نائم من طرف رئيس نائم على سرير في سويسرا يعني هنا را تقول الجزائر ممكن تتسير من سويسرا وممكن تتسير يسير البلاد وهو على فراش الموت من فرنسا يعني من الرئيس الجزائر هل الجزائر تتحكم هنا في نفسها أم تقاد من طرف قوات خارجية وتسمح له أنه يترشح ومن الدكتور في سويسرا أو فرنسا اللي حيمضي أن بوتفليقة قادر قادر على مسؤولية الرئاسة يمثله أنه يستطيع الحركة والكلام والكتابة والمشي وفي كامل قوة العقلية هنا الفهم يفهم أنت كما تستطوري دوسي تاعة قدوة باباسي حتى السن السن بتاعة ما يسمح لهش يحكم زائد المرض زائد الإعاقة زائد أنه غالبا غالبا سبعين فالمئة من وقته يمضيه في مستشفيات في أوروبا دائما في سويسرا دائما في فرنسا كيف يستطيع التحكم في بلد قارة مثل الجزائر والشعب قالها أنه لا يريد بموجب بموجب أن الشعب خارج خارجه عن طاعة هذا الطاقية الطاقية يوقف لا يرشح مرة أخرى لأنه خذ ربع عهدات قبل ذلك وأنت كإنسان قانون المطلوب